ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مشاهدين الأكارم في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجالس الذكر نستمر فيها إن شاء الله تعالى في سلسلتنا هذه السلسلة سلسلة أحسن القصص التي بدأناها منذ أشهر طويلة نقدم فيها لحضراتكم قصص أنبياء الله تبارك وتعالى التي وردت في القرآن الكريم وجاءت تفاصيل منها ونحن نحاول أن نستقرأ هذه القصص منذ بداية هذه السلسلة ونتعلم منها الدروس ونستخرج منها العبر هؤلاء الأنبياء العظام الذين ذكر الله تبارك وتعالى ووثق جزءا من قصصهم في القرآن الكريم لم يكن ذلك من باب الحكايات ولم يكن ذلك من باب التسلية ولا حشو الكلام والعياذ بالله في القرآن الكريم وإنما كان كل حرف كل كلمة وكل موقف سجله القرآن الكريم من هذه القصص الاختيارات التي اختارها الله تبارك وتعالى الإضاءات التي اختارت بيانها من هذه القصص وليس كل القصص وليس كل التفاصيل إنما جاءت في محلها في مكانها لغرضها بحكمة عالية وبعد عميق جدا لن ينتهي مشوار البحث عن الكنوز التي يمكن أن تستخرج من هذه المعاني ومن هذه القصص نحن نحاول على قدر ما يفتح الله تبارك وتعالى علينا ومن خلال أيضا ما قدمه حضرة المسيح المعود عليه الصلاة والسلام ومن خلال ما قدمه الخلفاء الكرام وهذا أيضا من بعد ما قدمه الصحابة الكرام أيضا من فهم لهذه القصص كل هذا نحاول أن نكون كنحلة ننطص من هذا الرحيق وأيضا نأكل من هذا العسل ونقدم لكم شيئا بقراءة جديدة إن شاء الله تعالى علنا نستفيد نحن بداية وإياكم إن شاء الله تعالى ونستخرج الدروس والعبر من هذه القصص التي هي فعلا أحسن القصص ونحن في هذه الحلقات مستمرون أيضا منذ أشهر طويلة في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا كل القصص التي وردت في القراءة الكريم عن الأنبياء قبل ذلك ومنذ بضعة شهور نحن نركز في بثنا هذا على قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه السيرة الطيبة العطلة طبعا هي الأوفر تفاصيل والأكثر حيثيات وصلتنا بكم من هائل من التفاصيل لكل صغيرة وكبيرة كيف لا وهو خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين كيف لا وهو صاحب الرسالة الخاتمة وهو خاتم الأنبياء والذي نزل بكتاب هو خاتم الكتب وكيف لا وهو المدرسة الأبدية التي لو لا كما خلقت الأفلاك النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل الذي من أجله بدأت بدأ مشوار الخليقة ولذلك كل تفصيلة في حياته نقلت للأجيال القادمة التي تكون مدرسة حقيقية تتأسس عليها الحضارة الإنسانية ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة حياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تحوي في داخلها كل الخيرات التي كانت في حياة كل الأنبياء يعني كل خير يمكن استخراجه من حياة النبي من أنبي الله تبارك وتعالى كل درس يمكن تعلمه من قصص الأنبياء السابقين كل عبرة وكل عسل يمكن أن يصف من قصة كل نبي هو موجود في وعاء حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة من يدرس بتمع حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه درس واطلع على حياة كل الأنبياء ومن ناحية الدروس والعبر والاستفادة وكأنه تعلم كل ما يجب أن يتعلمه الإنسان ليقترب من ذلك الإنسان الكامل شيئا فشيئا نحو في رحلته إلى الله تبارك وتعالى أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ورحب بأخي محمود معي هنا في الأستوديو سنقوم أنا وإياه إن شاء الله تعالى بتقديم بعض الإضاءات ونكمل في هذه الرحلة حول حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا في الحلقة الأخيرة إلى السنة العاشرة للبعثة النبوية حيث النبي صلى الله عليه وسلم وصل من العمر إلى خمسين سنة حيث عانى في السنوات الثلاثة الأخيرة من هو طبعا حضرته والصحابة الكرام والصحابيات أيضا من حصار مقيت فرضه عليهم أهل مكة في شعاب مكة وحاصروهم مقاطعوهم تعرضوا للجوع تعرضوا لكل ما يرافق معاني المقاطعة من أثر نفسي وجسدي واجتماعي تعرضوا له بأبشع صوره ولكن الله تبارك وتعالى أنهى هذه المقاطعة بجلال وبهيبة وبقدرة عجيبة بعد ذلك بفترة وجيزة أيضا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لخسارة محزنة حيث فقد عمه أبو طالب العم السند والصديق الداعم ثم بعد فترة وجيزة جدا أيضا فقد رفيقة دربه وأم بناته وزوجته أول من آمن به من الرجال والنساء سيدة خديجة رضي الله عنها حدثان مؤلمان هذا كله في السنة العاشرة من البعثة كان بعد حدث مؤلم آخر وهو سمر الثلاث سنوات وهو المقاطعة بعد ذلك اليوم أنا وأخي محمود إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعض التفاصيل الخاصة ببنات الرسول صلى الله عليه وسلم كل بنات الرسول صلى الله عليه وسلم هن من زوجته خديجة سنتحدث بشيء من التفصيل عن حياتهن سنتحدث أيضا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة كيف تم ولماذا تم وممن تم وتفاصيل لها علاقة بهذه الحيثيات سنتعرض لها إن شاء الله في حلقتنا هذه أخي محمود أهلا وسهلا يعني في البداية أخي محمود المرحلة التالية قلنا ما بعد الحصار وما قبل الهجرة وأيضا ما قبل الطائف يعني نحن في هذه المرحلة الدقيقة تحدثنا أكثر عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عن بناته بالأحرى وأيضا عن السر وراء وفاة معظم بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده في سن مبكرة من يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ أن كل أبناء وأبنات النبي صلى الله عليه وسلم توفوا في سن الشباب وما دون ذلك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قبل الخوض في الإجابة على هذا السؤال فقط من باب التذكير نقوم بجردة سريعة لما قدمناه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن ممكن أن نقسمها إلى خمس محاور رئيسية وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أي منذ الولادة إلى سن الأربعين وبعد ذلك الفترة الأولى من الدعوة التي كانت لثلاثة سنوات سرا والمحور الثالث كان لمدة أربع سنوات والذي جهر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدعوة في مكة بشكل علني وتعرضوا لأشد أنواع الاضطهاد والقتل والتعذيب والمرحلة الرابعة هي المرحلة التي سوف نأتي على ذكرها أو أتينا على ذكرها آسف في الحلقة الماضية وهي الإحصار في شعاب بني عبد المطلب التي امتدت على ثلاثة سنوات المرحلة الخامسة حدث عن المرحلة المكية المرحلة الخامسة هي التحضير للهجرة إلى المدينة المنورة والتي أيضا كانت لعشر سنوات إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فبما يتعلق بأولاد النبي صلى الله عليه وسلم فكان له سبع أولاد أربع بنات وثلاثة أبناء الأربع بنات كلهن من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها الأبناء اثنين منهم كانت من خديجة رضي الله عنها والثالث كانت من مريا القبطية رضي الله عنها أيضا أما بخصوص البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام جميعا والأولاد نحن نتحدث عن القاسم وعن عبد الله أو كما سمي الطاهر أو الطيب في بعض الأحاديث وإبراهيم الإبن الأخير الذي توفي وهو في عمر السنتين ما هو السر في وفاة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار؟ وأيضا هذا ليس فقط يتعلق بأبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور بينما أيضا الإناث يعني بالرغم من أنهن قد عشنا إلى مرحلة الشباب وتزوجنا كلهن إلى أنهن لم يكملنا سن الثلاثين حتى يعني أنه لم يعني مثل ما نقول يعني لم يكبروا وتكن لكل واحدة منهن عائلة وأحفاد وما إلى ذلك طبعا سوى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها التي سوف نأتي على ذكرها في حلقات أخرى لأن لها تاريخ عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله سوف نتناوله فيما بعد أما في السر في وفاة أبنائه الصغار الذكور فنقول أن أولاده القاسم وعبد الله الذين يعني كما روي أيضا الذين يعني ولداء قبل البعثة يقال أنهما ماتا أو توفيا في سن مبكرة جدا يعني سنتين أو ثلاث سنوات أو شيء من هذا القبيل فكان كفار قريش يعني يحاولون السخرية أو القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون لا توجعوا رأسكم لا تصدعوا رؤوسكم بالتفكير كيف تقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته فإن هذا رجل أبتر لا عقبة له فإن قضى هو إن توفي فلن يخلفه أحد لأنه من عادة العرب وأيضا كل الناس في تلك مجتمع قبلي نعم نعم في تلك الفترة أنه الملك يأتي ملك ويخلفه ابنه وهكذا أما النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الله سبحانه أو جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة ليغير هذه القواعد المتعارف عليها فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة نحن نتحدث عن السنة الثانية أو الثالثة للبعثة قال الله سبحانه وتعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ في آخر السورة نعم فلان حثث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل أعدائه و هذا يعني فصلّي لربك وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ فإذا قمنا بمقاربة فنقول أن الله سبحانه وتعالى بشكل عام ومفهوم عام لهذه السورة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت في حالة خوف أنت في حالة قلق شديد من ثقل يعني لهذه الأمانة فالله سبحانه وتعالى يطمئنه ويقول إن أعطيناك الكوثر نحن أعطيناك الخير الكثير الرجال والنساء الذي فيهم الخير الكثير الذين سوف يعيشون بعدك وإلى يوم القيامة بينما أعدائك سوف يبترون سوف يعني لا يستمروا فهذا كان وعدنا الله سبحانه وتعالى و إذا استوقفنا عند هذه الآية الأولى أو مفهوم الكوثر فطبعا كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج قد وصف أن الكوثر هو نهر من أنهر الجنة و الكثير من المفسرين قد أعطوا أو حصروا معنى الكوثر في نهر من أنهر الجنة أما المصح الموعود رضي الله تعالى عنه و كذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسيره أن الكوثر أي النهر هو واحد من التفسير و ليس كل التفسير فقال المصح الموعود رضي الله تعالى عنه لا يجب أن نحصر معنى الكوثر في معنى واحد و هناك الكثير من التفسير لهذه الآية فمنها مثلا سوف يعطي الله سبحانه وتعالى يهيب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الكثر الأبناء الكثر الذين سيكونون أبناء روحانيين له و هذا طبعا له فلسفة عميقة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا بالمفهوم المادي و أن سوف يرثه أحد من أولاده أو أبناء عمومته يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول لهم يعني هم بغباء يظنون هو بجهل يعني نعم و بجهل يظنون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة قبلية و هو يريد شرفا لنفسه و لنسله و أن يؤسس مملكة دنيوية يوارثها لأبنائه و أحفاده و يذكر بالعزو الشرف لعقد أو عقدان قرن أو قرنان أو إلى ما شابه ذلك و لكن الله تبارك وتعالى يقول لهم أنتم تعيرونه أن ليس له ولدا ذكرا يورث له هذه المملكة البسيطة التافهة التي في عقولكم المملكة التي أنشئها و التي أنشأتها بالفعل له له لهذا الإنسان الكامل هي مملكة ستتأسست على يد محمد صلى الله عليه وسلم و لن تفنى أبدا و سيكون هناك نهر من الرجال المخلصين الأبناء له الذين يحبونه أكثر مما يحبه ابن و والده في الدم و هذا إعجاز مضاعف إن صح التعبير هذا غير متناهي لأنه لن يرث الرسالة أحد أبنائه الدمويين الماديين بل ستنتقل إلى أحبائه و الذين سوف يصنون هذه الرسالة كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم يعني لا يزال فبعد نزول هذه الآية إن أعطيناك الكوثر تعرف بس شيء منفت لا أستطيع أن نمر عنه قبل أن نفره حتى أن هذا النهر يعني إن اعتبرنا أن نهر الكوثر هو نهر من الأبناء المعنويين الذي سوف الله تبارك وتعالى يجعله من نسب النبي صلى الله عليه وسلم المجازي هم سيكونون أبناؤه وأحفاده وسلالته الروحانية إلى لا نهاية حتى هذا النهر ضم في قطراته أبناء هؤلاء الذين اتهموه بأنه أبتر أبناؤهم وأحفادهم وأبناؤ أحفادهم وأحفاد أحفادهم كلهم دخلوا في هذا النهر يعني اليوم لا أحد فعلا لا أحد يعرف أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان إلا إذا ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أهل تلك البلاد كلهم الآن مسلمون صحيح يعني أكيد أن كل نسل هؤلاء إن كان لهم نسل اليوم فهم مسلمون وهم جزء من هذا النهر الذي يحمد محمدا ويصلي عليه ويذكره بالعز والشر طيب إذن عند نزول هذه الآية في أوائل البعثة وبعد 16 سنة حتى فترة 16 سنة ظل النبي صلى الله عليه وسلم دون ابن ذكرا له فكان دائما هذه المعايرة إن صح التعبير إنه يقولون أنه لا عقبة له وأنه أبتر والعياذ بالله يعني كان الناس يعيرون الناس حتى يعني بعيدا عن موضوع النبوة والملك وهذه الأمور هم كانوا يعيرون الرجل الأبتر بأنه أبتر نعم فإلى ذلك بعد 16 سنة يعني تقريبا في السنة الرابعة للهجرة نزل قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن الاستدراك رسول الله وخاتم النبيين فضحك الكفار أكثر فقالوا انظروا بعد أن فشل والعياذ بالله في أن ينجب ذكرا يقول الآن أن الله تعالى قد أنزل عليه هذه الآية التي تبطل فكرة أنه سوف يكون له ولدا وكأن الوحية يبرر له والعياذ بالله نعم وتكون المفاجأة الصاعقة بعد بضعة سنوات قليلة الله سبحانه وتعالى يرزق النبي صلى الله عليه وسلم ابنه الثالث الذكر إبراهيم الذي توفي بعد سنتين أولد في السنة الثامنة للهجرة وتوفي في السنة العاشرة للهجرة وكأن الله سبحانه وتعالى يسكتهم بهذه أيضا بهذه الحادثة أما بما يتعلق بما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أيضا جاءت لكي تلغي فكرة التبني التي كانت معروفة في تلك الفترة وطبعا متبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة كان يعني يعد كأنه ابنه فعندما نزلت هذه الآية بطل التبني ويعني كان يسمى بعد ذلك أو قبل ذلك كان يسمى زيد بن محمد وبعد ذلك يعني كان هذا الأمر قاطع من الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد تبني وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون فعلا أبا لأحد من رجال المسلمين وبعد ذلك يولد إبراهيم وكل المسلمين من إيمانهم بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن إبراهيم لن يكبر ولن يصبح رجلا وهذا ما تحقق فعلا والله سبحانه وتعالى يعني يؤكد مرة أخرى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك يبقى جزء صغير والذي قد يعلق في أذهان بعض قليلي الإيمان وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فربما يأخذ هذا المعنى بعض السدج إلى معناه الحقيقي بمعنى ليس الحقيقي معناه الدموي المادي بأن لابد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبناء أولاد ومن ناحية أخرى الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وكأنها تتعارض مع مفهوم هذه الآية ولكن إن أخذناها بهذا المعنى فكله يصبح مترابط ودون أدنى شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية تؤكد ولكن رسول الله وخاتم النبي هذه دلالة من الله سبحانه وتعالى تؤكد أن هناك الكثير من البرهين التي تؤيد النبوة النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي يريد أن يتعلق بهذه القشرة ويقول أن هناك تعارض بين إنا أعطيناك الكوثر والآية التي تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أبن لأحد من رجال المسلمين فهذا طبعا عنده مشكلة في عقله وليس في كلام الله سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله أحسن جزاء دعنا نتحدث عن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم البنت البكر للنبي صلى الله عليه وسلم الأولى هي سيدة زينب رضي الله عنها واتباعا بعد ذلك جاءت لها أخت ثانية وثالثة ثم رابعة بفارق بسيط سنة سنتين هكذا الأخت الثانية كانت سيدة رقية ثم أم كلثوم ثم سيدة فاطمة وهي أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب البنت الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغت سن الزواج تزوجت ابن خالتها كان في صغره تعهدت فيه سيدة خديجة وكانت تربيه وكانت تحبه كأنه ابنها وتربى في جوارها يعني وعندما كبر واستأنست منه كان أيضا شابا خلوقا ومحبوبا وبارعا في التجارة فتزوج السيدة زينب وكان زواجهم يعني زواجا طيبا مباركا فيه كثير من الود والمحبة كان اسمه أبو العاص الآن رقية وأم كلثوم كانتا مخطوبتان كل هذا قبل البعثة كانتا مخطوبتان لابني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عم فيهم هو عبد العزة نعم للأسف عبد العزة بن عبد المطلب مرة أخرى قد يتساءل متساءل ويقول ألا يعلم الله تبارك وتعالى في سابق علمه أن هذا سيكون ألد عداء النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يقدر أن تخطب بنات رسول صلى الله عليه وسلم لابنيه الذي يفكر بهذه الطريقة وكأنه يفكر أن أحباب الله تبارك وتعالى يجب أن لا يمروا بأي مشاكل وأن لا يمروا بأي تحديات ويجب أن يكون كالذي ولد في كما يقال في المثل ولد في فمه ملعقة من ذهب يكون الولد المدلل وفي الحقيقة أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم يعانوا أكثر من معانا معظم الإنساء المسلمين هذه فلسفة المعاناة التي تغيب عن كثير من المفكرين عن كثير من الناس العاديين في طرحهم لأي قضية يستغربون لما المؤمن يمرض يستغربون لما المؤمن يعاني أو يعتقل أو يقتل أو حتى يجوع أو يفقر أو يمرض يستغربون يقولون أليس هذا حبيب الله أليس هذا ولي الله لماذا فلسفة المعاناة فعلا نحن بحاجة لأن ندركها ندركها إدراك كاملا وأن نفكر فيها بشكل عمي أحباب الله تبارك وتعالى عباد الله المخلصين ليسوا ذلك الولد المدلل الذي يجب أن لا يجوع ويجب أن لا يعاني ويجب أن لا يأخذ أي تحدي فقط يكون مرتاح يأكل ويشرب وينام ليست هذه الحياة يعني في عين الله تبارك وتعالى هذه لا تصنع الإنسان الكامل الذي يريد الله تبارك وتعالى لابد من التجارب في الحياة لابد من خوض كثير من التحديات حتى تسقل ذلك الإنسان الكامل الذي يريد الله تبارك وتعالى المهم رقية السيدة رقية وأم كلثوم كانتا مخطوبتين لابنائي عم رسول صلى الله عليه وسلم هذا العم الذي أصبح فيما بعد اسمه أبو لهب سماه القرآن الكريم أبو لهب كل هذا مرة أخرى هذا قبل البعثة فاطمة كانت قبل البعثة بنتا طفلة صغيرة ولم تتزوج ولم تخطب ولم يحدث شيء من هذا القبيل الآن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت السيدة زينب به لم يؤمن زوجها أبو العاص ولكنه احترم رغبتها وخيارها بالإيمان والإسلام ولم يضايقها أبدا وكان يحبها حبا شديدا كان يحميها أيضا من قريش وكان يحميها من أي مضايقة من أي قريب أو بعيد وهذا كان موقف شهم موقف محب لمحبه هذا هو مفهوم الحرية الدينية انظر ما رسه رجل وهو في الكف يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهو في الكف يعني ما رسه نسيب النبي صلى الله عليه وسلم صهر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحرية الكاملة وأيضا هو لأنه شهم أعطى زوجته الحرية الكاملة هذا هو مفهوم الحرية الدينية الذي يدعو إليه الإسلام تماما المهم في معركة بدر خرج مع قومه لقتال المسلمين فأسر الآن عندما أسر تعرف فإما من بعده وإما فداء كان أسير ففتح باب الفداء للأسرة من تفديه؟ زوجته زينب بماذا فدته؟ ما الشيء الثمين الذي يبدو كان عندها وقتها وليس عندها يبدو غيره أو هو يعني ما يمكن أن تفدي به أسيرا كان عقد ورثته عن أمها سيدة خديجة أرسلته فداء لزوجها من الأسر من رأى هذا العقد؟ حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف له أن لا يعرف عقد خديجة رضي الله عنها؟ عندها إغرورقت عيون النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لخديجة رضي الله عنها أعاد المسلمون هذا العقد أيضا لابنتها زينب هذا كان موقف جدا مؤثر انظر هنا لابد قلنا دائما أن نأخذ الدروس وليس فقط مجرد تاريخ جاف هذه القصة ماذا تقول؟ لا محاباة في الإسلام تليس هناك واسطة على فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل للصحابة هذا صهر يجب عليكم أن تطلقوا صراحة بل قال لهم نترك لكم الأمر وأنتم قرروا حتى أكثر من ذلك أنهم لم يفكروا بهذه الطريقة هم لم يفعل ذلك لو أنهم يشتمون رائحة ميل عند النبي صلى الله عليه وسلم للمحاباة لا أطلقوه قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يريدون أن يتقربوا لرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل ولكنهم يعلمون عدل النبي صلى الله عليه وسلم التام المهم ولكن هناك أمر هناك عهد أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من صهره قبل أن يطلقه أبو العاص قبل أن يطلقه وهو أن يرسل له أن يضمن له أن يرسل سيدة زينب إليه هي مسلمة كانت لا تزال في مكة في مكة نعم لم تهاجر بعد أخذ منه عهدا أن يرسل إليه السيدة زينب وفعلا خرجت من مكة وركبت على الجمل وخرجت من مكة فتبعها بعض الظالمين وقطعوا حبل إن صح التعبير السرج الجمل الذي يثبتها على الجمل وبناء على ذلك لما قطع وقعت وكانت حبلة في ذلك الوقت ففقدت جنينها وعلى أثر هذه الوقع أصبح لديها إعياء صحي ومشاكل صحية توفيت على أثرها بعد بضع سنين كانت قبلها قد أنجبت ولدا وبنتا توفي الولد صغيرا والبنت عاشت بعد ذلك وتزوجت وأنجبت بعد ذلك لا لم تنجب أمامة الأمامة لم تنجب نعم صحيح أمامة لم تنجب إذن سيدة زينب أنجبت علي وأمامة علي وأمامة علي توفي صغيرا وأمامة كبرت وتزوجته تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة السيدة فاطمة هي أوسطه أن يتزوج المهم أنه أحد هؤلاء الظلمة الذين تسببوا بهذا الحادث لسيدة زينب كان اسمه هبار ابن الأسود عند فتح مكة انظر بعد سنوات طويلة عندما آت النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا إلى مكة وفاتحا طبعا تعرف قصة العفو العام اذهبوا أنتم الطلقاء ولكن كان هناك مجموعة قليلة جدا من الناس عشر أشخاص عشر أشخاص هذا الرقم تقريبا نعم كانت تقريبا هناك عشر أشخاص استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العفو وأمر بإحضارهم وهم يستحقون القتل هؤلاء كانوا أيضا مجرمون في كل الأعراف نعم ليس في عرف النبي صلى الله عليه وسلم لوحده بل كان منهم القتل الذين اجتمعوا على مثلا السرقة والقتل المتعمد الذي يحاكم عليه القانون نعم يعني كان لديهم من الجرائم غير جرائم الحرب دعنا نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدر عفوا عاما عن جرائم الحرب يعني قتل المسلمين للمعارك جرائم الدينية أيضا جرائم الدينية نعم نعم يعني الجرائم دعنا نقول أو السلوك العام قتال المسلمين كانت معركة وكان السيف بالسيف وكان هناك شهداء من هنا وهناك ضحايا قتلى من هنا وهناك شهداء من هنا يعني وكان حدثا عاما لم يكن شخصيا ولكن الجرائم الجنائية أو الجرائم الشخصية التي قتل فيها فلان علان أو اغتصب فيها أو كذا إلى آخره هذه الأمور التي تستحق بشكل عيني العقاب صحي وليس بشكل جماعي وكان من الظلم أن يعفى عنها في خضم هذه المرحلة فالمهم واحد منهم كان هذا هبار ابن الأسود الذي كان من ضمن جرائمه أنه تسبب بمقتل السيدة زينب وجنينها أيضا أمر بإحضاره المهم عندما حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن إسلامه وأبدأ رغبته في دخول هذا الدين ورغبته وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل ابنته وحفيده لأنه هنا طبق النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به الصحابة قبل ذلك أشكقت عن قلبه عندما حمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل صحبي رجلا في المعركة أسلم في اللحظة الأخيرة أثناء القتال قبل أن يقتل ولكن مع ذلك قتله الصحابة لأنه ظن أنه يقول ذلك فقط ليسلم من الموت غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشكقت عن قلبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما أمر به الصحابة على نفسه في أصعب الظروف وأحلكها وأكثرها يعني مدعاة للانتقام يعني لو كان أي حاكم البنت والحفيد لو كان أي شخص قائد ملك حاكم لا قتله وقتل أهله كم يعني قطع يعني ضرب عنقه مباشرة صحيح صحيح يعني هناك أيضا سيدة رقية وأم كلثوم أيضا لذان يعني هما أيضا تزوجان من عثمان رضي الله تعالى عنه رقية تزوجته وهاجرت معه إلى الحبشة وأنجبت له ابنا سموه عبد الله وتوفي أيضا صغيرا وبعد وفاة السيدة رقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية بناء على وحي من الله سبحانه وتعالى يأمره أن يزوج ابنته كلثوم أم كلثوم إلى عثمان رضي الله عنه وأيضا توفيت بعد بضعة سنين الغريب أن السيدة زينب توفيت يقال في السنة التاسعة للهجرة السيدة رقية توفيت في السنة الثانية ربما للهجرة وسيدة أم كلثوم أيضا في السنة الثامنة للهجرة والغريب أيضا أكثر من ذلك هو أنه عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من معركة بدر عادة يكون القائد فرحا ويعود ويتلقى خبرا أن توفيت ابنتك رقية أقول ما هذه الدروس انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم عائد من أول معركة حقيقية شم فيها النصر أول معركة نعم نصر المادي يعني نعم أول معركة انتصر فيها المسلم تعرف مشاعر النصر كيف تكون لا نعلم ما هي مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لكن نؤكد أنها كانت في سياقها ضمن ما يرضى الله تبارك وتعالى وما يحب الله تبارك وتعالى ولكن انظر يعود الرجل القائد النبي صاحب الدولة يعني الملك أيضا قائد دولة ليس فقط قائد ديني وروحاني أيضا قائد سياسي يعود إلى المدينة المنورة فيجد ابنته قد توفيت أي صبر وأي تحمل نعم وللذين يظنون أن عباد الله يعني الذي يظن نفسه مؤمنا ثم يشتكي من الله تبارك وتعالى كلما وخزته شوكة فليتمعن هنا ولينظر بشكل جلي أيضا هناك موقف يعني أريد أن أذكره لكم أيها الأسادة ومشاهدين وهو سيدة أم كلثوم قبل رضي الله عنها قبل زواجها بعثمان عندما كانت مخطوبة لابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبو لهب خطيبها كان يريد أن يخرج إلى سفر عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم المهم وبدأت القلاقل وأبوهم أمرهم أن يتركوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجل سورة المسهد خصوصا أراد أن يخرج إلى تجارة إلى الشام ولكن قبل أن يخرج إلى هذه التجارة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وكانت أم كثوم هناك فقال يا محمد ذاهب ليؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فقط ليجرح مشاعره ويقول له أنني أطلق ابنتك يعني بشيء من هو ينوي التحقير والإذاء ولكن انظروا في الآخر العاقبة في الخواتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنى فتدلى ثم بسق باتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المجرم وطلق ابنته وذهب طبعا هذا موقف مؤذي مؤذي ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذي أيضا لأم كثوم لماذا هذا الأسلوب لماذا البسق لماذا هذا الشتم لماذا هذا التحقير دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا حدث افترسه حيوان مفترس في رحلته هذا ذهب إلى هذه الرحلة ولم يعد ومات ميتة يعني يستحقها مشاهدين الكرام دعونا نخرج إلى فاصل قصير نستمع من خلاله إلى قصيدة ثم نعود ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 لهم قلوب كليث غير مكترث ترجمة نانسي قنقر 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 فإن فخرنا فما في الفخر من كذبي فما في الفخر من كذبي نفس الفداء لبدر هاشمي عربي وداده قرب ناهيك عن قربي ناهيك عن قربي نفس الفداء لبدر هاشمي عربي هذه كلمات نظمها حضرة المسيح الموعود رضي الله عنه الخليفة الثاني لحضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام حضرة ميرزة بشير الدين محمود أحمد جزاكم الله أحسن جزائكم مشاهدين الكرام دعونا ندعو معا اللهم إنا نسألك رضاك والجلة ونعوذ بك من صختك والنار وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا البرنامج فعلا مجلس ذكر كسمه وأن يبارك فيه وأن تتسع حلقات هذا المجلس حتى تضم كل من يشاهدنا اليوم مهما كان بلده ومهما بعدت المسافة بيننا وبينه أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أخي محمود دعنا نعود قليلا أو نتوقف قليلا عند رحلة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للبعثة بعد كما قلنا الخروج من ثلاث سنوات من المقاطعة في شعاب مكة أيضا بعد وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة زوجته خديجة رضي الله عنها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة مميزة مميزة إجابا أو سلبا سنعلم الآن خرج إلى الطائف وحدثنا أكثر عن هذه الرحلة وهناك من يصف من خصوم الإسلام من يصف هذه الرحلة بالرحلة الفاشلة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فشل في مسعاه ذهب وعاد لإنجاز مهمة معينة لهدف معين وذهب وعاد دون هذا الهدف ودون إنجازه ما بدى صحة ذلك وعطينا التفاصيل أكثر عن رحلة الطائف هو في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الأنباء الغيبية من الله سبحانه وتعالى تأتي إليه بخصوص الهجرة الهجرة من مكة وكانت هذه الفكرة تراود النبي صلى الله عليه وسلم أفكر في نفسه أن يذهب إلى الطائف البلدة الموازية لمكة في تلك الفترة من الناحية السياسية والناحية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يؤكده القرآن الكريم يقول وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والإشارة إلى الطائف وليس الطائف أو مكة والطائف تبعد حوالي أربعين ميلا عن مكة بالجهة الجنوبية الشرقية من مكة المكرمة والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب هناك إلى هذه البلدة لتبليغ الدعوة وهي كانت أول مرة تقريبا يعني بخارج مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخرج لتبليغ الدعوة إلى خارج مكة المكرمة ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة متبناه زيد بن حارثة ودع النبي صلى الله عليه وسلم قادة الطائف إلى الإسلام واحدا تلواء الآخر ومكث فيها عشرة أيام ولكن كانت الإجابة الساحقة لا أنه اذهب ولا نريد أن نسمع شيئا عن هذه الدعوة وليس هذا فحسب بل حرض هؤلاء قادة المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم حرضوا الأشقياء والرعاع لطرده خارج المدينة ورشقوا النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بالحجارة وشتموهما واستمروا بذلك حتى مسافة ثلاثة أميال يعني خارج الطائف انظر إلى قسوة قلوب هؤلاء الناس يعني الذين كانوا في هذه العقائد أو ممكن أن نقول أنهم دون أي منهاج حياة سليم وصحيح لا يستمعون لا يتقبلون الطرف الآخر وما أشبه للأسف واقعنا اليوم الإسلامي بالذات والعربي بالذات لهذه الفترة انظر إلى التعصب إلى الحقد إلى الكراهية كراهية الآخر والحقد على الآخر وكل ما هو مختلف نحن لا نتحدث عن الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى كالشدود الجنسي وكالحاد وإلى ما غيره بل نقول عن الفكرة أنه مجرد فكرة وقد تكون جيدة وقد تكون أفضل من الفكرة التي تتبناها ولكن هذا التعصب والكره والحقد الذي نجده في قلوب للأسف بعض المسلمين اليوم في الدول العربية والإسلامية يجب أن نبعده عننا والإقصاء نعم وندخل النور والمحبة إلى قلوبنا لأن الله سبحانه وتعالى نحن نريد أن نعلم أو نعرف الناس العالم على الله سبحانه وتعالى من خلال المحبة والرحمة والحلم وليس بالتعصب والكرهية والقتل كان الدم يتدفق من ساقاي النبي صلى الله عليه وسلم فأما زيد فأصيب في رأسه أثناء محاولة التصدي للحجارة التي كان يلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليحمي النبي صلى الله عليه وسلم نعم وإلى أن نجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى جريحا ومثقلا هما وغما بسبب هذا الكره وهذا الحقد وهذا الأذى الذي لحق به لكلمة لا إله إلا الله هو لم يأتي ليسبهم لم يأتي ليسرقهم والعياذ بالله ولا لشيء من هذا بل يريد لهم الخير وانظر كيف يقابلونه يعني لا يحزن لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ننظر إلى الرحمة التي يظهرها النبي صلى الله عليه وسلم في أشد وأحلك الظروف نحن عندما نقول رحمة للعالمين عندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم عندما نقول الإسلام الأصيل نقول للمسلمين أعودوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وهو في أصعب الحالات هناك رد قوي هنا في هذه القصة معروف أن الملك خيره بأن يطبق عليهم الأخشبين أصحاب نظرية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في مرحلة تمسكن ثم مرحلة تمكن وفي مرحلة التمكن أحرق الأخضر وليبس وقطع الرؤوس وجمع الجماجم وضحوك القتال هذا على فكرة هذا الحديث عن الملكين هو هذا الذي نعرفه طبيعي أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الخيارات حتى مع كفار قريش تمام الذي يضحض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الرحمة وهي غير أصيلة فيه وهي غير يعني يتظاهر بالرحمة يتظاهر بالرحمة فقط لأنه يريد أن يعني يجلب النس نعم في مرحلة الدعوة السرية ومرحلة التمسكن نعم الدليل على نقض ذلك ما هو هذا الموقف طبعا الملك يقول له لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين وهذا لا يستدعم للنبي صلى الله عليه وسلم لا رمح ولا سهم ولا سيف فقط ولا تدخل ولا أحد سيشير له يقول له أنت المذنب أو أنت الذي فعلت ذلك لو أن الرحمة ليست أصيلة فيه لقال أطبق نعم طيب عندما اشتد الأذى من أهل الطائف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة ماذا تعتقد أنه فعل يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت يا أرحم الرحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بسخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك انظر إلى هذا الدعاء الجميل أو هذه المناجاة الجميلة لله سبحانه وتعالى هذا القلب الجميل الذي يخذ منه هذا الكلام الجميل يعني من هذا السياق وكأنه يقول يا رب العالمين يا أرحم الراحمين لا أريد أن يكون يعني ذرة من الأذى أو الأمر مثل ما هو يقول يعني غضب ذرة غضب من الله سبحانه وتعالى تجاهي كل هذا هذا لا يهمني المهم هو أن لا يكون ذرة واحدة من المعصية والعياذ بالله تجاه الله سبحانه وتعالى هذا كل ما يهمه هذا همهم وهذا أيضا ما يؤكده الكاتب الغربي السير ويليام موير يقول هناك شيء شامخ وبطولي في هذه الرحلة التي قام بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجل وحيد مرفوض من قومه يذهب في جسارة بسم الله مثل يونس إلى نينوى ويدعو مدينة من الوثنيين كي يتوبوا ويساندوه في مهمته إن ذلك يلقي ضوءا يدل على شدة إيمانه بالأصل الإلهي لدعوته النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من الطائف تعرف أنه عندما غادر عندما كانت من عادات العرب إذا غادرت المدينة فلا تعود لها إليها إلا ب يعني أن يستجيرك أحد مكة نعم فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكان خارج مكة ويقال أنه بجانب غار حراء المكان الذي تجلى يعني فيه الله سبحانه وتعالى عليه وظل يعني يستجير الناس إلا أن يجيروه ويدخلوه إلى مكة يعني يرسل المرسيل إلى وناس محددين نعم حتى يعني يستجيره شخص وإلى أن يعني حدث ذلك مع المطعم بن عدي إذا نعم نعم صحيح وأدخله إلى مكة يعني تحت حمايته وأعلن ذلك أمام الكعبة ولكن طبعا هذه الحماية يعني لم تستمر إلا لبعض ساعات ونوع من العرف ونوع من العرف يعني لا علاقة له بالحماية التي كان مثلا أبي طالب رحمه الله كان يعني يعطيها للنبي صلى الله عليه تعرف هذا دليل انظر هذا دليل على أن أيضا الإنسان المسلم عليه أن يلتزم بالأعراف وبعادات الناس ما لم تخالف الشرع يعني ما لم ينهاه الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل انظر كيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو عاندهم يعلم أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينصره وسينصره لأن هذه الدعوة ستتم وأن البقية الباقية من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بالمبشرات أن عمره فيه لسه وقت طويل يستطيع أن يعاندهم وأن الله سبحانه وتعالى يعني يطبق الجبال والسماء والنجوم يتحرك الكون كله ولا أحد يستطيع أن يمس له شعره ولكن ليس يعني هذا أسلوب العناد الذي على الفاضي وضرب الرؤوس بالجدرال والنبي صلى الله عليه وسلم تحلى بالصبر وعملهم كما يريدون وخالف تعرف الذي يقوم به المشايخ للأسف في كل مجتمع يذهبون إليه هذا المجتمع يقول لك هذا مجتمع كافر لا نلبس كما يلبسون ولا نأكل كما يكلون ولا نتحدث كما يتحدثون يحرمون الشيء ثم يستخدمونه يحرموا التلفاز عندما خرج ثم أصبحوا شيوخ التلفاز نفسهم ليس تلاميذهم هم نفسهم الانتخابات أيضا نعم الذي حرم التلفاز خرج هو نفسه بنفسه على التلفاز أصنع البرامج حرموا الانتخابات ثم تراهم في الصدارة في الانتخابات يعني هذا النفس خالف تعرف وفقط اضرب رأسك في الجدار حتى تكون فقط غير الناس مختلف عن الناس وتكسر الأعراف لم يكن هذا ديدا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا دينه ولا أسلوب يعني الآن إلى من يقولون بفشل هذا السفر وهذه الرحلة والعياذ بالله طبعا تعرف أن الرسالة لم تأتي في يوم وينتهي القرآن في يوم وفي ليلة وكان كل شيء هكذا في بلامح البصر بل نحن نتحدث عن عملية تراكمية التي على أثرها أيضا فيما بعد أسلمت كل أهل الطائف وكانت هذه مقدمة يعني دماء النبي صلى الله عليه وسلم من صح التعبير أيضا يعني كانت مقدمة لإسلام كل أهل الجزيرة العربية ممكن أن نقول فمن خلال هذه الرحلة لقد ذوت النبي صلى الله وهذه فقط هكذا بعجالة ذوت النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه صفة الله الحليم يعني استبغى بصبغة الله سبحانه وتعالى بأجل صورها صفة الحليم بشكل منقطع النظير قلنا كيف دعا وكيف أراد لهم الخير بعد كل الأذى التي عملوه به وهذه الصفة التي ذوتها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الثبات وأيضا على التسامح والصفح كذلك شكلت درسا لكافة الصحابة ولنا أيضا اليوم بعد 1400 أو 1500 سنة أن نحن نتدارس هذه القضية حتى يومنا هذا ونتعلم من صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن الغايات لا تدرك بيوم وبخطوة بخطوطين لا العملية قد تطول أحيانا والله سبحانه وتعالى يريد منك المثابرة والجهد لكي يعطيك مرادك نعم جزاكم الله أخي محمود أريد أن أتحدث قليلا عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة بعد وفاة سيدة خديجة رضي الله عنها تعرف دعنا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الزوج رب المنزل فقد زوجته عنده أربع بنات في بنت متزوجة وبنت معه في البيت لا تدرك في بنت في البيت وفي بنات مخطوبات لسه في ذلك الوقت المهم أنه يعني والد والد لديه بيت هو ربه بيت فقد عمود بيته وربة الأسرة وبقي كنبي لديه مهام ثقال مسؤوليات عظيمة كبيرة عنده بنات صغيرات على الأقل كما ذكرت السيدة فاطمة بنت صغيرة وأيضا أم كلثوم وهو يحتاج إلى سند وإلى داعم ونعرف دور الزوجة والزوج اتجاه بعضهما البعض في الدعم والمساندة هذا دور هو الأكبر المهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر إلى الزواج من نفسه بعد ذلك إلى أن رأى مرة في الرؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية رأى جبريل عليه السلام قدم له وشاحا من حرير أخضر وقال له هذه امرأتك في الدنيا والآخرة هذه هي امرأتك في الدنيا والآخرة كشف النبي صلى الله عليه وسلم الوشاح أزاح الوشاح فإذا هي امرأة أو فتاة شبيهة بعائشة بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر صديق صديقه وهو يعلم أهل بيت أبو بكر صديق رضي الله عنه طبعا لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الرؤية بأي شيء لم يبادر لأي شيء بعد وقت بسيط تأتي صحابية جليلة واسمها خولة بنت حكيم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف تنس إنسان صاحب الفراسة يعرف علامات يعني رأت النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر إلى امرأة يفتقر إلى زوجة يعني تعتني به نعم نعم يحتاج يعني يحتاج إلى فقالت يا رسول الله ألا تتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا يعني بدك زوجة بكر لم تتزوج من قبل في بالي حدا يبدو في وإن شئت ثيبا يعني امرأة تزوجت من قبل أرملا أو أرملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من البكر ومن الثيب مين بالك فقالت البكر ابنة أحب خلق الله إليك يعني تقصد عائشة رضي الله والثيب سودى بنته زمعة أرملة السكران بن عمر فقال فاذهبي فاذكريه ما علي يعني روح يجس نبض يعني يعني أعطاه الضوء الأخضر أن تبادر للتكلم مع أهله هنا مع أولياء العروسان الافتراضيتين ذهبت هذه الصحابية إلى أهل سيدنا أبو بكر صديق وزوجته وتكلمت حول سيدة عيشة فارضوا وباركوا ثم ذهبت إلى سودة وأهلها أيضا وتكلمت معهم أيضا فقبلوا وباركوا الآن هي على فكرة السيدة السودة للذي لا يعلم هي من الصحبيات القدامة التي هاجروا وهي هاجرت إلى الحبشة ولها أولاد من زوجها ولكن زوجها توفي أثناء الرحلة أو بعد العودة من الحبشة إلى مك نعم نعم إذن فعلا تم نبي صلى الله عليه وسلم خطبهما الاثنتين وتزوج أولا ودخل مع سيدة سودة فورا بعد هذا الحدث أما سيدة عيشة فكان ذلك بعد سنوات بعد الهجرة لأنها كانت فتاة صغيرة مثل عقد قيران أو شيء هذا نعم نعم خطبة ووعد بالزواج ولكن تم الزواج تم الدخول بعد ذلك مع سيدة عيشة الآن لماذا حدث هذان الزواجان معا هذا ما سندكره إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت ساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش السابعة بتوقيت القدس الثامنة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين نستودعكم أيها العزة في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ألا بذكر الله تطمئن القلوب اشتركوا في القناة